مع حلول الشهر الفضيل عادة يتفائل الناس بقدومه فمعه يحل موسم فعل الخير وتتضاعف مشاريع العمل الإنساني لتشمل شرائح واسعة من الناس فعلى سبيل المثال كانت الجمعية والمؤسسات الخيرية تصل بمشاريع سلة رمضان وإفطار الصائم وكسوة العيد أكثر من 200 ألف أسرة تقريبا وربما أكثر في السياق الشعبي معلوم أن لرمضان خصوصية لا يشبهه فيها شهر وتقوص روحانية خاصة طالما عشناها وتوارثناها جيلا بعد جيل ولطالما غصت الأزقة والحارات والأحياء بصيحات الصغار والكبار ترحيبا بهذا الشهر الكريم لكن رمضان هذا العام حلو الشعب على غير عادته موزع بين جهات النزوح والهجرة وقسم خلف القطبان وآخر منتشر في الجبهات والسواد الأكثر يعانون وطأة الغلاء والوباء والخوف تبعات ما كان للشعب أن يعيشها لولا جريمة الانقلاب على الدولة وتقديم المطامع الشخصية والسلالية على مصلحة الشعب العليا أشياء كثيرة بحاجة للترميم في اليمن ليس أولها الدولة وشرعيتها ولا مؤسساتها بل الإنسان والقيم والعادات التي تتعرض لتجريف غير مسبوق وضع بائس أصبح معه توفير لقمة العيش والأمن والأمان وأبسط الخدمات أولى الأولويات وما عداها ليست إلا تفاصيل اشتركوا في القناة